أكدت وزيرة البيئة ياسمين فؤاد أن مبادرة الشرق الأوسط الأخضر جاءت لتصلط الضوء على أبرز التحديات المناخية التي تواجهه المنطقة وطلق الضوء على همية مكافحة التصحر وعادة تهيير الأراضي وإصلاح النظم البيئية المختلفة جاء ذلك للمشاركة الوزيرة في الدورة الخامسة والثلاثين لمجلس وزراء البيئة العرب والاجتماع الوزري الأول لمبادرة الشرق الأوسط الأخضر بالمملكة العربية السعودية وأضافت الوزيرة أن المبادرة تعد منصة بيئية مشتركة تعزز التعاون بين كافة الأطراف المعنية لتسلح الحفاظ على النظم البيئية وعادة بناء المتدهور منها والذي أصبح ضرورة ملحة ولم يعد طرفا يمكن البشرية إخفاله